وإحنا بنشكرك كابتن محمود الخطيب وبنشكر مجلس دارة النادي الأهلي وكل العاملين داخل النادي الأهلي على هذه الصورة المشرفة لجماهير النادي الأهلي في كل مكان أنا مش بقولها بصفتي إعلامي ولا بصفتي صحفي أنا بقولها بصفتي واحد من مشجعي النادي الأهلي واحد من مدرج النادي الأهلي هي دي صورة النادي الأهلي هو ددور النادي الأهلي المؤسسي هو ددور النادي الأهلي الرياضي هو ددور النادي الأهلي المجتمعي في جمهورية مصر العربية والدور الداعم لكل مؤسسات الدولة والشكر الجزيل بالتأكيد للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره ودعمه للمؤسسات النجحة النادي الأهلي بيشتغل وبس النادي الأهلي ما بيطلعش يتكلم كتير النادي الأهلي بتشوفوا شغله على أرض الواقع بتشوفوا الصورة اللي قدامكو دي هي ده الصورة اللي بتعبر بجد عن مصر أمام المحافل الدولية والمحافل القرية وأمام حتى أشققنا في الوطن العربي دي الصورة الجميلة لمصر اللي بتظهر من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لكل المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر دي الصورة اللي بتظهر لكل الشعوب العربية اللي مقيمة في الوطن العربي أو حتى أرجاء العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ده دور النادي الأهلي ده الدور المجتمعي الدور الرياضي الدور الاقتصادي داخل جمهورية مصر العربية النادي الأهلي ما بيتكلمش النادي الأهلي بيشتغل النادي الأهلي بيحاول يعمل صناعة للرياضة المصرية بيحاول يعمل اقتصاديات لكرة القدم المصرية ده دور النادي الأهلي وبالتالي هتلاقي النادي الأهلي بينجح لأن النادي الأهلي بيشتغل وبس لا بنعمل اجتماعات على الهوى ولا بنعمل أحاديث على الهوى ولا بنكلم في الشيوخ ولا كل كلام الفاضي ده ما تلاقوش خالص لا في الأهلي ولا على قناة النادي الأهلي بنشتغل لمصلحة البلد في المقام الأول ولمصلحة كيان النادي الأهلي شكرا للكابتن الخطيب شكرا لمجلس إدارية النادي الأهلي شكرا لكل الشرقاء اللي بيوقعوا قد رعاية مع النادي الأهلي شركة اتصالات مصر شركة أول بنك بنك أبو ظبي الأول مصر ولسه كمان عقود أخرى خلال الفترة اللي جاية